سبعة ملايين وحدة سكنية هي حاجة العراق الفعلية لحل أزمة السكن فيه بحسب التقديرات أزمة حقيقية يعيشها العراقيون منذ سنوات في ظل ارتفاع أسعار العقارات وغياب المعارجات الحكومية لتوفير السكن للملايين لا سيما مع الارتفاع المستمر بالنمو السكاني الذي يصل إلى ثلاثة بالمئة سنويا الأمر الذي أدى إلى التوسع العشوائي والانشطاري والتجاوز على المساحات الخضراء والذي أثر بدوره على التخطيط العمراني للمدن وعلى مستوى الخدمات المخصصة هذه الحالة فاقمت بالأوان الأخيرة مما أدى إلى تجاوزات كثيرة على منتركات الدولة وعلى المساحات الزراعية التي شهدنا سلبياتها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهذا الأمر المتروك للدولة يجب عليها أن لا تقف صامتة أمام هذا المد وهذا التكاثر السكاني عليها أن تبني مجمعات سكانية وأن تكون تلك المجمعات السكانية بأسعار مناسبة للمواطن العراقي البيت فتشي غالب الحياة ما تقدر توفر أنت المبلغ اللي يجيب لك سواء كان شراء أو شراء قطعة أرض بناءها ارتفاع أسعار المجمعات السكانية وغياب المشاريع المدعومة حكوميا مع سيطرة مافيات الفساد على مبادرات الإسكان من قروض وغيرها كلها تجعل حلم الحصول على سكن ملائم أشبه بالحلم المستحيل للكثير من العراقيين لا سيما ذو الدخل المحدود والفقراء المساحات هذه الشاسعة المفتوحة كل موظف ينطوفها 200 متر أو 150 متر لا يوجد مشكلة وتحتاج أزمة السكن في البلاد إلى معالجات حقيقية من توزيع قطع الأراضي وتوفير الأموال اللازمة كقروض ميسرة تمكن المواطنة من الحصول على حقه في السكن وتشير التوقعات إلى أن العراق في العام 2030 سيشهد حالة انفجار سكاني وخروج مدينه عن صلاحية العيش إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه من دون حلول واقعية لأزمة السكن والخدمات لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد